عموماً الكرة في مصر من غير أهل والزمالك لن يكون لها طعم خاص وبعدين أنا أتمنى أن كل الأمور في الزمالك تنتحي لأنا كمصطفى يونس قلتها مئة مرة لما أكسب الزمالك هو وحش غير أن ما أكسب الزمالك هو كويس الفرحة عندي لما أكسب الزمالك هو في حالاته وعلى رجليه بتبقى فرحة زي زي ما قلت قبل كده زي ما أكسبناكه في كس بطولة أفريق بطولة تانية خالص لما يبقى الزمالك ضعيف والإسماعيلي ضعيف والمحل ما فيش فرق أنا ما بفرحش بالبطولة أفريقيا ما بفرحش بالبطولة الدورة لما أخد الدورة بالتنين وثلاثين بونط يعني زي ما بتتكلمين نقض على الدرجة الأولى النهار ده أربعة فرق بيلعبوا ست فرق يا بوبس وبكرة فيه ماتشات متعافش مين اللي هيكسب الدورة الإنجليزي انت مش عارفين اللي هيكسب البطولة نفسي تبقى الكرة في مصر كده يا سامح وبعدين نفسينا أربعة خمس والدورة الألمانية والدورة الألمانية نفتر واخر ديئة نفسي يا أسامة ونفسي يا محمد ويا مهيب يبقى عندنا خمس ست فرق بتنافس على دورة عامية جماعة لما يكون المعيار واحد يا جبد أنا أتمنى الميزان واحد لكن برضو عايز أقول حاجة مهمة جدا يا جماعة لأن أنا عشت في القصة دي كتير عندكم حتة محترام الشديد لجد لناد زمالك المقارنة بين الأهل والزمالك في الدخل في الرعاية هو مين اللي بيختار يقول أنا عايز الأهل أو الزمالك أو الإسماعيل المعلن مش الدولة مش المتحدة المعلن بيروح فينا يا كبت المستوى المعلن بيروح الناد الأهل أيوة ليه عشان الشعبية وعشان الاسم وعشان البطولات